مرحبا وطحياتي للجميع من منا لم يسمع بالأخوين رحباني؟ طبعا عاصر رحباني ومنصور الرحباني وباسم سفيرة النجوم طبعا فيروز فواقعا هذه الأسماء الثلاثة لنقل شكلت قارة من الإبداع قارة من الفن الأصيل فجمعت ما بين الكلمة واللحن وطبعا الصوت وبالتالي قدمت للعالم أجمع يعني أكثر من ألف عمل فني إبداعي طبعا توزع تنوع ما بين قصيدة وأغنية ولحن وموشح ومسرحية غنائية وحوارية وطبعا مجموعة من التمثليات أو التمثليات الإذاعية والتلفزيونية المختلفة وطبعا عدد من الأفلام السينمائية ويعني أعمال تلفزيونية وإذاعية أخرى فهذه القامات الشامخة والباسقة التي أزهرت وأينعت في تراب لبنان المعطا والتي غنت لبنان الأخضر كما غنت لبنان الذي يحترق وغنت طبعا أغلب البلاد العربية والعواصم والمدن العربية المختلفة غنت مكة، غنت القدس، عمان، الشام، بغداد، قرطاش، تونس، مصر وكل أرض عربية ولم تغني بالمقابل أبدا لأي حاكم أو متسلط أو سلطان في هذه الحلقة المتواضعة يعني أحب أن أمر على بعض من قصائد الأخوين رحبا لي طبعا التي صدحت بها حنجرة ملكة الصباح لبل ملكة الصباح والمساء وسفيرة النجوم وعوالم الأحلام والخيال السيدة الكبيرة الأسطورية فعلا فيروز في الواقع اسمحوا لي بالقول أن النتاج الشعري للأخوين الرحباني عاصي ومنصور يعني للأسف لم يصلط الضوء عليه كفاية لم يصلط الضوء عليه بشكل كاف ولم يلقى ما يستحق من عناية أو من اهتمام باعتباره يعني نتاج أدبي قل نظيره يعني أقله في تاريخ الأدب العربي الحديث لأن شعر الأخوين الرحباني واقعا يعني مزج ما بين العصالة والحداثة مزج ما بين النفس العباسي والنفس الأندلوسي مثلا وسمات الشعر الحديث طبعا لأن شعر الرحابنة لنقول يجمع في داخله مزايا كثيرة جدا يعني قل أن تجتمع في عالم شعري لشعر آخر يجمع مثلا جودة التجويد الفني بلاغة القول سلامة اللغة سلاسة الكلمة ملاءمة الموضوع وطبعا عمق الفكرة والمعنى لبل بعض القصائد للأخوين الرحباني يعني تحمل أيضا ذلك النفس الفلسفي ناهيك عن كل الأبعاد الشعورية والعاطفية المتضمنة في داخله وأضف إلى كل ذلك أن الأخوين الرحباني يعني كما عرفوا كان على قدر كبير من الثقافة الموسوعية يعني كان مثلا على علم واسع بالتاريخ بالفلسفة على دراية بالأديان المختلفة وطبعا على الطلاع على مجمل لنقل التراث الأدب الإنساني وهذا يظهر بوضوح سواء في مسرحياتهم التاريخية أو في عالم الرحابين الشعري هذا العالم طبعا الذي مدته هي الحياة هي الوجود الإنساني هي الإنسان هي عناصر الحياة المختلفة هي فلسفة العقل مثلا وطبعا كل كمية الأحاسيس والمشاعر والعواطف يعني والرؤى المختلفة يعني ماذا يمكن أن تقول أو أن تعلق وأن تتقرأ الأبيات التالية طبعا من تأليف الأخوين رحبا أمس انتهينا فلا كنا ولا كان يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا طاف النعاس على موضيك وارتحلت حضائق الصحو بكيا فهدأ الآن كان الوداع ابتسامات مبللة بالدمع حينا وبالتذكار أحيانا حتى الهدايا وكانت كل ثروتنا ليل الوداع نسيناها هدايانا شريط شعر عبيق الضوء محرمة شريط شعر عبيق الضوء محرمة ونجمة سقطت من غصن لقيانا أسلمتها لرياح الأرض تحملها حين الهبوب فلا أدركت شطانا يا رحلة في مدى النسياني موجعة ما كان أغنى الهوى عنها وأغنانا فهل هناك يعني آمق من هذه الكلمات ومن هذا الشعر الذي وإن كان يعني في مكان ما يحمل شيء من الغموض إلا أنه يعني اسمحوا لي بالقول الغموض عذب يحفز النفس وطبعا يدغل المشاعر والخيال طيب لن أتكلم كثيرا وسأكتفي بقراءة يعني بعض من شعر الأخوين رحباني لأنه يعني كما يقال فالصمت في حرم الجمال جمال فطبعا أمام مجموعة كبيرة من القصائد من الأوراق لقصائب الأخوين رحباني لكن سأختار عن البعض فنقرأ من هذه القصيدة عصفورة الشجن أنا يا عصفورة الشجن مثل عينيك بلا وطن بي كما بالطفل تسرقه أول الليل يد الوسن واغتراب بي وبي فرح كارتحال الليل بالسفن أنا لا أرض ولا سكن أنا عيناكي هما سكن ومن هذه القصيدة الشهيرة جدا والتي غنتها السيدة فيروز طبعا للقدس لفلسطين نقرأ الثالي زهرة المدائن طبعا قصيدة زهرة المدائن لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي عيوننا إليك ترحل كل يوم تدور في أروقة المعابد تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد أيضا في نفس الصياق يقول للأخوان الرحبان سنرجع يوما إلى حينا سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا سنرجع خبرني العندليب غدا تلتقينا على منحنا بأن البلابلة لما تزل هناك تعيش بأشعارنا إلى آخر طيب لي نقرأ شيء طبعا ألف الأخوان رحباني عدة قصائد عن الشام يعني منها يعني واقعا هذه القصيدة الأكثر من رائعة طالت نوان وبكى من شوقه الوتر طالت نوان وبكى من شوقه الوتر خذني بعينيك وغرب أيها القمر لم يبقى في الليل إلا الصوت مرتعشا إلا الحمائم إلا الضائع الزهر لي فيك يا برد عهد أعيش به عمري ويصرقني من حبه العمر عهد كآخر يوم في الخريف بكى وصاحبات عليه الريح والمطر هنا الترابات من طيب ومن طرب هنا الترابات من طيب ومن طرب وأين في غير شام يطرب الحجر شآم أهلوك أحبابي وموعدنا أواخر الصيف أن الكرم يعتصر إلى آخر طيب لي نقرأ شيء يعني مما يشبه الموشحات الأندلسية فنقرأ هذه الأبيات الرائعة إذا كان ذنبي أن حبك سيدي إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب أتوب إلى ربي وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب أو في يعني كما في قولهم أيضا في نفس هذا الصياق بلغه يا قمر إن ينشر الخبر أني غدا تغد يغتالني الصهر يا ليت يجمعنا للحب موعدنا فالشوق يزرعنا والبعد يحصدنا والهن ينتظر والشوق يستعر البيد تعرفه والليل والقمر يعني واقعا لو لم نقرأ اسم الأخوان الرحباني تحت القصيدة فلربما اعتقدنا أنها تعود لي مثلا شاعر من الأندلس أو من الحقبة العباسية مثلا أو ما شاب هذا أيضا نقرأ من هذه القصيدة نجمة الكتب التالي كتبت إليك من عتبي رسالة عاشق تعبي رسائله منازله يعمرها بلا سبب يعود إليك عند الليل حين تأوه القصب يسائل كيف حال الدار كيف مطارح اللعب ويمسح دمعة سبقتك رغم تمنع الهدوب أيضا قصيدة بغداد نقرأ البيد التالي بغداد والشعراء والصور ذهب الزمان وضوعه العطر بغداد والشعراء والصور ذهب الزمان وضوعه العطر يا ألف ليلة يا مكملة الأعراس يغسل وجهك القمر عينك يا بغداد أغنية يفنى الوجود بها ويختصر لم يذكر الأحرار في وطن إلا وأهلوك العلا ذكر هل هذا فعلا من من الشعر الحديث أم أنه لي أحد فخول الشعر كما قلت يعني في الحقبة العباسية ربما هذا هو شعر الأخوين رحباني طيب خلص يعني لن أطيل و يعني نحتر مع أي قصيدة طيب لننهم هذه مع وضع طبيعات من هذه القصيدة يا زائري في الضحى يا زائري في الضحى والحب قد سمح عينك أعلنت أن الربيع صحى يا زائري في الضحى والحب قد سمح عينك أعلنت أن الربيع صحى غنيت في سهري حتى بكى الوتر يا صاحب العمر ولا بنا العمر ها صادح صدح يستوطن الفرح غنى على حرق في البال وانجرح سكناك في الهدو ضوء ومتسع الطيب يرحل بي والشوق والولع يا لافحا لفح أرض الهوى ومح ما كان من شجن والحب قد سمح فختاما يعني اسمحوا لي بالقول لأن أعيد ما ذكرته في المقدمة لأنه للأسف شعر الأخوين رحباني يعني لم يلقى ما يستحق من دراسة ومن جهد ومن عناية ومن تحليل طبعا بغية إبراز كافة جوانبه الفنية والإبداعية المختلفة ولم أطيل أكثر وشكرا وإلى اللقاء